إزاي يضرب لكم مثال دايما عايزين أولادنا لما يبقوا إحنا بالربيهم على إنهم يكونوا بيعبودوا الله بيصلوا ويصوموا الناس تشوفنا بإن إحنا كنا متقدمين أوي وبدري أوي ربنا أولادنا فأولادنا بيعملوا العبادة بدري فنخلي أولادنا يخلوا الناس بعض الناس البنات يلبسوا الحجاب بدري بعضهم حتى لو كانوا لسه ما بلغوش يعملوا الكلام ده أنا مش بتكلم على التعويض والتربية بس بنخليهم يعملوا كده عشان لما نيجي نقعد وسط الناس نقول أولادنا ده صن بدري ده صلى بدري ده عمل بدري فيبقى فكرة البدري دي إنه هو سبق غيره فالولد بعض الأحيين ييجي بعد كده المشكلات اللي أنا شفتها ييجي الولد بعد كده ييجي يقولها ما عايشت طفولتي بينه وبين نفسه بيقول كده ففكرة الأفضلية والسبق ده خلت كتير من الناس يحسوا إنهم ما عايشوش طفولتهم وييجي الولد يشتكي من فلان فالأهل يقولوا هو ولد مش مؤدب برضو الأفضلية لما هو ييجي يشتكي فيقولوله ده ولد مش مؤدب خليك أحسن منه طب نعمل إيه في الأحوالية أو فلان ما يستهلش تزعى عن نفسك علشانه فللأسف يتربل ولد على أنا خير منه وفكرة أنا خير منه دي فكرة شيطانية لكن لما هو يعمل كده نقوله إن السلوك ده السلوك مش مناسب من غير ما نقوله أنت أفضل من فلان لا هو لما شتمك شتيمة حرام وبس أنتوا هتفتكروا كده أنتوا ما عملتوش حاجة لأولادكم أنتوا ما ثبتوش أولادكم على أن يكونوا عفيف اللسان أو يكون لسانه كويس لكن نقوله شتيمة حرام ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا عانا ولا فاحشا ولا متفحشا يبقى بنفهمه إيه؟ بنربطه بحضرة النبي فبنخليه حاسس أن الجمال هو حضرة النبي مش أنه هو عشان يبقى فيه جمال يبقى هو أجمل من غيره التربية على فكرة الأفضلية بتربي أولادنا أن في بعض الأحيين على الكبر وبتخليهم في بعض الأحيين يتأله فبعد شوية لما يعرف أنه من بدري سبق الناس في الأخلاق ومن بدري بيعمل الطعاط يحس أنه هو ما لا يأتي البطل من بين يدي ولا من خلف وده معنى كده أنه هو يعمل إيه؟ كل يحس أن كل اللي بيعمله ده مقدس أو كل اللي بيعمله ده في بعض الأحيين صح فيبقى هو وبعض الأحيين بنشوفه كده بنسمي ده في الأول خالص انسقه في النفس لأنه هو تعود على أنه ما فيش حد أفضل منه أما نكون إحنا بقى إحنا كمربين فإحنا مش بنربي أولادنا على الأفضلية بالمقارنة كمان مع اللي حواليهم وأنه طول الوقت يكونوا في منافسة معهم إحنا بنربيهم أنهم يخرجوا أجمل ما فيهم ويحسنوا ويكونوا من أهل الأحسان في ناس هتقول طيب يا مولان مش ربنا قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أو موجود هنا من زمان من أسامع الحاجات كتير فإيه المشكلة أن ربي ابني على التنافس صحيح الله سبحانه وتعالى قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لكن المعنى مش أنك أنت تنافس وتسبق وتكون قبل غيرك عشان تكون الأفضل حتى الرياضات اللي بتقوم على السبق فالسبق مش هو معيار الأفضلية في المطلق لكن معيار تقييم أداء الشخص في مهارة معينة في وقت معين لكن التنافس الحقيقي معناه أنك تدي نفس للي معاك عشان إيه اللي حصل تتقدمه سوا يعني وفي ذلك فليتنافس المتنافسون هي بتساوي وتعاونوا على البر واتقوا مش بتساوي أن كل واحد فينا يزوء التاني عشان يسبقوا وياريت يسبقوا حتى الكلام اللي قالوا سيدنا عمر لما أتى بنصف المالي فلا وجد سيدنا أبو بكر أتى بكل ماله فماذا قال لن أسبق أبا بكر بعد اليوم هو أصد إيه يا عمر لو كنت أنت عايز تعمل حاجة لله شوف سيدنا أبو بكر ساعدك إزاي وفتح لك باب أن أنت ممكن تتقدم وترتقي أكتر من أنك أنت تخرج من نص مالك لكن تخرج من مالك كله وعشان كده بعد كده سيدنا عمر عرف أنه هو ممكن يفدي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بماله وولديه ونفسه شكرا شكرا